لو غمضت عينك ومسكت اي حاجة في ايدك هتقدر من خلال حسة اللمس بس انك تعرف ايه دي قدرة جسمك عموما على الاحساس والحركة والاحساس بالمكان موجودة في كل عضلة في جسمك الشيء اللي بيخليك تمشي وانت باصص قدامك وممكن تسرح بس جسمك مش بيسرح رجلك ماشية بنفس الرتم ومش بتغلط وعارفة هي رايحة فين ده يعجاز كبير جدا وموجود بكل تفاصيله برضو في اسنانك تعال سننا كده اقولك ازاي انا يوسف الانصاري تعال سلام زي ما بتمشي وانت مش مركز وجسمك ماشي لوحده بتاكل كمان وانت مش مركز بقك بياكل لوحده بطريقة منظمة ومن غير ما تشغل انت بالك بربع جنيه تفكير مش ساعات وانت بتاكل فجأة تلاقي الزلطة في الاكل ايه اول حاجة بتعملها ولاقي رادي كمان غصبة عنك فجأة هتبطل اكل وتبدأ تخرج الزلطة دي من بقك بالراحة لانك كمان بتكون حاسس بمكانها في بقك تخال لو ما فيش النعمة دي مش هتحس بالزلطة وبالتالي هتضغط على دروسك وبالتالي هتتكسر شوف كم مرة في حياتك كان فيه زلطة في الاكل والنعمة دي خليتك تنتبه وتوقف اكل بسرعة ومنعت دروسك من انها تتكسر دي النعمة دي لو ما كنتش موجودة كان زمان دروسك كلها تكسرت يا راجل تعرف كمان ان النعمة دي بتمكنك انك تعرف ايه الحاجة اللي في بقك لان الفم بيتعامل مع الشوكة بطريقة غير الزلطة غير حيطة الماكرونا بالبشاميل ولا ورقة اللحمة بقى مع السلطات بقى والطحينة والمخل اللي ما قولكش حاجة كده فوق العظمة ولو معهم شوية ملوخية خضرة مع الطاشة بتاعتها اوف لمو اغزل واحد شكله جعان ولا غيري جريت النعمة دي اسمها وترجمتها الحرفية الحس العميق زي ما احنا حسنا بالملوخية كده بالظبط الفكرة بكل بساطة انك بتحس فعليا بكل شيء جوه فمك ومكان حدوثه وملمس الحاجة اللي جوه فانت حرفيا من غير النعمة دي حياتك كانت هتكون صعبة قوي زي مثلا انت متخيل كم مرة عدت لسانك ووقفت بسرعة قبل ما تقطعه طب متخيل كم مرة عدت على خدك من جوه ووقفت بسرعة قبل ما تتقذي طب متخيل انت قدي ايه وكم مرة اجزاء من اكلة حشرة بين سنانك وقدرت تعرف مكانها وتشيلها وده كله بسبب النعمة اللي ربنا ادهالنا واللي اسمها البرابريوسبشن كله بقى يقول الحمد لله ويصلي على سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وشوفكم الحلقة الجاية